السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش معنى ان في اختفاء لعلامة تحقيق الربح من اليوتيوب على الفيديوهات سواء كنت بتستخدم جهاز كمبيوتر او جهاز الموبايل بتدخل على المحتوى عندك في اليوتيوب بتلاقي ان علامة الدولار اختفت الناس بتبدأ بعد كده تقلق وتدخل بعد كده على فيديوهاتها عشان تشوف الاعلانات موجودة ولا لا وهي دي الكارثة انت كده بتعمل نقارات غير صالحة نقارات غير شرعية ادسنس هنا ممكن يتم اغلاق حساب ادسنس الخاص بيك ممكن يعتبر ان دي نقارات غير شرعية الغرض منها هي زيادة الارباح على القناة لان انت باللي انت بتعمله ده انت ممكن تدخل مرة واثنين وتلاتة وعايز تتحقق وتشوف وقدامكم المثال انا دخلت على فيديو القناة اخرى صديقة لقيت الاعلانات شغلة مفيش اي مشكلة لكن مدخلش على القناة عندي انا مدخلش على قناتي واعد كل شوية اشوف علامة الدولار اختفت علامة الدولار جات يا جماعة يا جماعة دي مجرد تحديثات تحديثات في انظمة اليوتيوب هنفضل على الوضع ده حتى يستقر اليوتيوب امتى هيستقر اليوتيوب دي مش شغلتك ولا شغلتي انت تشتغل انت لو دخلت على صفحة تحقيق الربحة عندك مش هتلاقي اي مشاكل خالص اي مشكلة ان انت ظاهر عندك علامة الدولار او اختفى عندك علامة الدولار هي دي الكون تهد يعني لأ طبعا فبتدخل طبعا حضرتك عايز بعد كده تتحقق من الكلام ده بتفتح الفيديوهات بتاعتك بتعمل نقرات غير صالحة بتعمل نقرات غير شرعية هتتسبب في غلق حساب وحتتسبب في ايقاف الربح نهائي على قناتك الموضوع مش محتاج منك اي عمل تجاهل الموضوع تماما